موسيقى أبو العباس موسيقى السلام عليك موسيقى موسيقى شوف أنا جاي من هناك لغاية هنا عشان سيدي أبو العباس موسيقى سألك سؤالة ليه اللي اسكندرانيب يحب صيد أبو العباس حاجة أسرية حاجة أسرية من التراث الأسري اللي هو انت بتخش يعني مش مجرد جامع بس وخلاص غير الناس اللي بتبقى مثلا جاي من بر أو اللي هو مثلا عالا جاي من بره جاي مخصوص عايز روش عالا جاي من الطائرة عشان تشوف أبو العباس عشان يزوي أبو العباس هتزوره هتخش هصلي فيه الظهر وحتشوف التراث نفسه الجامع من جوه يعني من جوه الجامع نفسه أنا متأكد أنه هيعجبك وهو يعتبر علامة مسجلة في تاريخ اسكندرية يعني ده من أكبر وأهم المعالم من أكبر وأهم المساجد في محافظة اسكندرية زي الألعب الزبط، الألعب قائد بايت زي المكتبة بتلاقي منها حاجة واحدة، بتلاقيش منها حاجتين المنطقة دي لست اسمها باب البحر؟ لا، أبو العباس بس سوا أبي بمجيها وسيد أبد العباس و kommer نسمى باب البحر عشان يعتبر فحود الّالعب اللي هو بيتدأ من مكتبة اسكندرية لغاية اللعب ده الحود اللي هو المينة الشرقية ب معني خية المينة الشرقية المينة الشرقية، أما أن المينة اللي هي المينة بتبقة نحية تانية أو في الحالة المكان regulations المينة الشرقية دية اللي هي بتاعت اليمة الشرقية من المينة لأن أيضا أننا نعتبر بحري من بداية المنشاة من هنا بتعتبر زي اللسان أو جزء داخل في الميا في المياة البحر متقصصت ميلا اللي هي من أول اللي هو بيبقى في بحر من هنا والنахية التانية من المنشاية بيبقى في المينة وفي البحر التاني واللسان متكمل بالقلعة اللي هو هي القلعة أو القلعة بتاعة اسكندرية تعتبر كانت أول مدخل البلد أو اللي هوا إيه ، اللي بيحمل البلد منها اللي بيحمل البلد منها، أئي حاجة آيدي من moral من البحرfinden أو من برعان اسكندرية حينضرب من هنا الهي أول حاجة أو أكثر حاجة دخلَ جوا المنطق يعني توجد حصن المدينة حصن المدينة منظر عاشاء كده خل الله أبو العباس وراء عشان يبحثني المدينة وراء من جوه كده احنا تقريبا وصلنا لأبو العباس اشتركوا في القناة